سابقا مع الإمارات بالتحديد كانت ترفض البحرين بالناطق الرسمي بالبحرين أو السلطات الرسمية بالبحرين كانت ترفض وجود قوات إماراتية ضمن قوات درع جزيرة ترفض مشاركتها في قمع المحتجين إلى أن سقد أحد الشهداء وهو طارق الشحي وهو إماراتي في البحرين بتفجير حصل مؤخرا في البحرين إلى أن سقد أحد الشهداء وهو طارق الشحي وهو إماراتي في البحرين حينها أكدت المعلومات أنه فعلا هناك مشاركة عناصر إماراتية في قمع المحتجين هذا ما لا نتمنى فعلا لقوات أردنية تشارك كما تقول المعارضة في قمع المحتجين نحن بالفعل نواد كما تقول أنت أستاذ سامي أن تضضح حقيقة مشاركة قوات أردنية في قمع المحتجين أنتقل لدكتور نصر